قطعت أوصالها وسيطرت على نحو نصف الأراضي فيها كيف حولت إسرائيل الضفة الفلسطينية إلى مائتين وخمس وعشرين جزيرة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وتحديدا بعد نكسة حزيران أقام الكيان الإسرائيلي مستوطنة كفار عطسيون جنوب الضفة المحتلة لتكون بذلك أول مستوطنة له في المنطقة بادئا سلسلة من عمليات القدم الاستيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية بشكل عام والقدس الشرقية على وجه الخصوص لم يعد هناك ما يسمى بمناطق ألف أي أنه لا وجود لمناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية فإسرائيل جزأت الضفة الغربية إلى مائتين وخمس وعشرين جزيرة صغيرة مقطعة الأوصال عبر الحواجز والجدار العازل والمستوطنات الاستعمارية عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين قسمت اتفاقية أصل الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وباء وجيم وتمثل المناطق ألف نحو ثمانية عشر في المئة من مساحة الضفة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا أما مناطق باء فتمثل واحدا وعشرين في المئة من المساحة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية تعليما وصحيا واقتصاديا أما أمنيا فالسيطرة لإسرائيل فقط فيما تمثل مناطق جيم واحدا وستين في المئة من مساحة الضفة فالسيطرة الكاملة فيها لإسرائيل من كل النواحي كيف أثرت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطانية بحسب مؤسسات حقوقية فإن الأنشطة الاستيطانية بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الفين وسبعة عشر أي تقريبا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الرئاسية وتضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات عن الأنشطة التي تمت عام الفين وستة عشر ومع بداية عام الفين وثمانية عشر تبدو إسرائيل مستمرة في توسعاتها الاستيطانية في الضفة فقد طرحت مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية على حساب أراضي الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر